السلام عليكم ورحمة الله جمهور الجزائر تلي عنده حق تلي عنده حق والله اكسم بالله بقى ليه شهرين تلاتة اتكلم في فنيات اتكلم في طريقة لعب الاقي كل التعليقات في الفيديو يا كابت المصطفى في كولاسة يا كابت المصطفى هيعملوا علينا مؤامرة مؤامرة ايه يا جدعان اعمال اقول لي نفسي بقى ايه مؤامرة ايه بس عشان اتعامل فيه مقبل كده يعيني فهم يعني جالهم خوف تليع فيه مؤامرة وتليع فيه كولاسة وتليع فيه مؤامرة يعني لسه الاتحاد الدولي كاتب في رسائل كده انه هيجيبه الفار يحققه معاه يعني الفار المطش يقعد مثلا مية دقيقة يعني وقت ضايع في شنط الاول وقت ضايع في شنط التاني الفار يتعطل يتعطل في الدقايق اللي جي فيها هدف الكاميرون يعني الفار يتعطل في الوقت ده في مطش دولة هتطير دولة وتاخد مكانها وتروح كاس عالم دولة كاملة بطموحات الجماهير لا انا ما سمعتش فار دي خالص بنتفرج على الفار في اوروبا لما قالوا جاي هيجيبوا ناس اوروبيين يعملوا الفار بيقولك خطأ تكني طب ما الخطأ التكني ده الهدف بيجي في ثانية والهدف فاول على بتوع الكاميرون دي اول مؤامرة تاني مؤامرة طب هما هاي الفيفا هيجيبوا حكام الفار طب ما هو احنا خلاص عرفنا ان فيه في الدقاية اللي جا فيها الهدف الفار ما كانش شغال رجع الحق لاصحابه رجع الحق لاصحابه اعمل المطش تاني ده حق ربنا طيب حاجة تانية جسام الحكم بعد هدف اسلام سليماني يطلع على الفار جري ويروح على الملعب جري ويقولك هندبول 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 بطريقة فيها عند بطريقة فيها صبك واسرار وترصد هم عايزين كده ليه بقى دربتين جزاء دربتين جزاء واضحين انا عمري في التحليلات ما حب اتكلم على التحكيم ما حبش اتكلم على التحكيم ابدا هناك كرة فيها وعليها انما واحد اللي نزل الشوت التاني ده نازل متحفز كرة جاية عملها بيده عملها بيده بينه انا من نوع جمال بالماضي عنده اخطاء ونص ملعب كان مفتوح الشوت التاني وعنده اخطاء جايب بنياته وجايب مهاجمين بالفضيل ما بيلعبوهمش هم هم التشكيل القديم اتكلمنا فيها كتير لكن برضو زي ما بقول الحق ان جمال بالماضي مدرب عظيم بس عنده اخطاء كذا وكذا وكذا وبقولها انا برضو بقول ايه ده ده بيلن بيلن رجل واخدها بيده ما جريش ليه عالفار والله العظيم بتوع الفار يكلموه رح اقول لهم ايه لا 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 يعمل لهم كده دي واحدة فار واحدة تانية اسلام سليماني رح قدام المدافع المدافع بيده والله العظيم ايدوا بينا في الاعادة ايدوا بينا في الاعادة انت رحت يا جسامة في الفار للهدف بتاع الجزائر عشان تلغي وما رحتش في الفار في دربتين الجزاء دول دربتين الجزاء الوطحين جدا اللي احنا عادين في التلفزيون شايفين ومنت في الملعب مشايفهم مؤمرة مؤمرة ضد منتخب الجزائر وصدقت جمهور الجزائر دلوقتي لما كان بيقول لي على طول قبل المطشين ما يتلعبوا والله قبل المطشين ما يتلعبوا وهم بيقولوا ان كولسة في حاجة هتحصل كانوا حاسين قبل الصدمة وقبل المصيبة ما تحصل جمهور الجزائر كان حاسس بس انا ابنيتي قلت ده فر اوروبة بقى ان شاء الله هيبقى في عدل غاب العدل